دكتور أحمد طبعا في ظل الأحداث اللي احنا بنعيشها في المنطقة لشرق الأوسط والوطن العربي وفلسطين بشكل خاص حروب حوالينا مقاسي بنفتح نشرات الأخبار طبعا ما بيطلع لنشغر الدم والقتل والجرحة والشهداء والانفجارات وكل يوم بلد بيتم يعني زعزعة أمنها والاعتداء عليها ربنا طبعا يحمي مصر طبعا ونفضل دايما لكن في ظل اللي احنا فيه دكتور أحمد ازاي نحافظ على صحيتنا النفسية طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم أولا عشان نقول ازاي نحافظ على الصحة النفسية عايزين نفهم الناس ايه هي الصحة النفسية أصلا صحتك النفسية هي السعادة هي المتعة هي الإنجازات اللي انت بتقدر تعملها في كل مرحلة عمرية انت بتعيشها لو انا النهاردة طفل المفروض يعيش مرحلة طفولية حلوة سعيدة انا نفسي شايف ان انا بعمل المفروض اعمله في المرحلة دي لو عدت مني المرحلة بتاعتي ابقى انا سعيد بان هي دي المرحلة العدية ما عنديش مشكلة فيها نفسي الفكرة بتحصل لو انا النهاردة في الشباب لو انا في مرحلة الرجولة اذا كل مرحلة عمرية بتعدي عليك وانت بتعرف تحل مشاكلك وانت بتعرف تعمل إنجازاتك وانت بتعرف تحقق لنفسك مقدار من السعادة والمرحلة دي بتعيشها صح دي اسمها صحة نفسية تشمل في داخلها بقى خلوها من الامراض ان انا ما يعديش علي امراض في المرحلة دي ما يعديش علي حاجات تفقدني التوازن بتاعي في المرحلة دي ما يعديش علي أشياء تفقدني قدرتي على التعامل بشكل صحيح ده كده صحة نفسية طبعا بناء على التعريف دوت لما يلاقي بقى أن أنا عندي أحداث خارجية بتأثر علي نفسيا هلاقي أخبار غير سعيدة بتحصل حاجات ما بتمنهيش حاجات مش كويسة لكن للأسف كل مفتح التلفزيون كل مفتح مثلا نشرة الأخبار أسمع أحداث مؤلمة ده هيأثر علي طبعا هيأثر علي جدا ليه لأن أنا بني قدم طبيعي ما كنتش أتمنى أن أشوف إخواتي في العروبة بيحصل اليوم كده في كل دولة بيحصل فيها مشكلات كنت أتمنى اليوم سعادة وإنجازات أكبر وأكبر فدي اللي بتحصل فيها حالة من الضغط النفسي اللي بيأثر علي الصحة النفسية بتاعتك طب الحل إيه دكتور أحمد إحنا مش قادرين من تابعش يعني مثلا حد يقولك أنا بتأثر أوي وبعاية وكده بس أنا مش قادرين أنا ما تابعش بصحة كل يوم أفتح على نشرات الأخبار أو أفتح على الأحداث أو أقرأ يعني على المواقع طيب عندنا حكتين مهمين جدا لو الشخصية اللي قدامي حساسة جدا ودي أكتر الشخصيات اللي بيجي لها مشاكل من المتابعة أو أنا بلاحظ حتى كبار السن يعني أهلينة أطبع تقريبا بيعياته بشكل يومي عشان نسبة الوقت بتاعهم كبير جدا فيه فراغ كبير قوي وفيه متابعة مباشرة للأحداث بيعيشها جوه الحدث بيعيشها أكتر من أهلها على فكرة يعني يمكن أنا على معاشرة بناس كتير داخل غزة على معاشرة بناس كتير برة يمكن بتواصل معهم بفضل لا لأ بيوكموا حياة يعني قادرين يعيشوا حياة بفضل لا كويسة صمدين صمدين ولأ ويجبوننا مشاهد كمان أن هم جوه مدرسة مكمين فيها ومع ذلك بيلعبوا كورة جوه معرفش إيه بيحصل آه هي في معاناة بس بيحاولوا ينفسوا عن نفسهم بشكل سليم على عكس النهاردة أنا ممكن لأي واحد موجود في مكان هنا بيعيط جمد جدا وبيعيط على حال البلاد وهو بعيد وهو بعيد يعني مئات الكيلومترات عن الأعر دي حساسية مفردة الحساسية المفردة عندنا تيجي من الألق والتوتر يعني تلاقي الشخصية الألوقة أكثر حساسية وأكثر تأثر بل ويدخل في مودك تأبي لذلك بتبقى في مشكلة هنا لو دخلنا لقدر الله في التربط صريحة ألق توتر خوف أعراض اكتئاب أنا لازم أخذ علاج نفسي بس حضرك ما تنصحش بالمتابعة اليومية الأخير ما ينفعش لو أنا مش مرن ما أقدرش يعني المرونة يعني إيه يعني أنا بتابعك وبقول إن أنا لازم أتغطف معك ولو فيه قرار قدر أعمله بعمله ما عندش مشكلة في ده الناس اللي بتعمل مساعدات الناس اللي بتدعي لهم فصلاتهم ده لازم يتعامل ده دور إيجابي ثم بقى إني أقدر أعيش بعد كده وأمارس حياتي مش حياتي أتوقف عشان بس أوضح الفرق بيني أن أكون مشارك فعال وأن أكون سلبي أنا مش عايزك سلبي بوز أنت كده أسرت على نفسك كبشر وصحتك النفسية أسرت لأ هنا فيه جزء مختلف وقف لازم أفرم الأخبار ده أخبار بتضرك رقم اتنين مش بس الأخبار طبعا ممكن ده يكون نتيجة حاجات تانية أيما يكن السبب أو المصدر اللي هيسبب لي مشاكل نفسية هوقفه ثم أبدأ أعالج الشخص ده أخفف الضغوط عن طبعا ده فيه مليون حاجة لازم نعملها له حسب سنه وحسب وقته وحسب الكدرات اللي ممكن تسمح له أن يكون بيه طيب دكتور أحمد يعني ربطا بموضوع العنوان البرنامج أو اسم البرنامج هل القهوة بتأثر على الحال المزاجية؟ ده قبل مشرب ولا بعد عشان فيه قدام ده حسب نوع البن طيب هي القهوة عموما طبعا جميلة وبتأثر جدا القهوة من الحاجات اللي بتدي تنبيه اللي بتساعد على الفوآن والتركيز تحسن الموت شوية؟ الموت والمزاج بيه بس هنقول بقى نصيحة علميا هو لحد النهاردة وأنا متابع للدراسات بتاعة القهوة قالوا أن فنجان واحد مفيد جدا في اليوم ويساعد على زيادة ضربات القلب فيعملك باور والنشاط حتى دايما لو رايح الجم يقولك اشرب واحد قهوة قبل ما تروح كافيين فده حلو جدا زيادة بقى القهوة بكميات مفرطة تسبق بقى التوتر زيادة ضربات القلب اللي يعمل معك قلق وتوتر وخف يعني القهوة المفرطة ضرر أما القهوة في اليوم طب في الكنترول فيه سؤال معرفش بس يعني هنقول تقولك قهوة عادية والقهوة فرنسامية لا ده نسأل فيه بقى واحد تاني نسأل فيه تجربون أصلي الفكرة في نقطة هو فيه أنواع كتير من القهوة فإن دي محتاجة لو أنا هجابة قلمية أنا أعمل لها دراسة وإيه الفرق بين كل نوع وحسب بيزرع فين المناسبة ده أنا عرفت أن حسب الزراعة بتاعته بيختلف وطبعا في عندنا الأهوة بلاي يعني مثلا سوريا معروفة القهوة بتاعت سوريا دي قصة تانية يعني ما تجيب حد سوريا ما نفعش ترزيبه على القهوة عادية فهي فيه لها كده وصفة كل دولة لها وصفتها فإحنا نقعد معهم نعرف في القصة بتاعت القهوة دي طيب دكتور أحمد يعني الصحة نفسية للست وللراجل حباية تختلف أه تختلف طبعا أه إيه بقى احتياجات هنا وهنا أولا الست بتمر بطبيعة المرأة عموما والتغيرات الهرمونية لها بتخليها تمر بحالات مزاجية مختلفة على مدار الشهر على مدار الشهر وحينا في منهم على مدار اليوم لو الشخصية دي بتعاني مثلا شخصية حدية لو شخصية هستريونيك لو كذا دي بيجي لها حالات مزاجية في اليوم الواحد لو هي بس بنتكلم في شخصية طبيعية عادية دي هتمر بحالات مختلفة مزاجية على مدار الشهر والهرمونات مختلفة على عكس الراجل طيب طبيعة عمل المرأة والبيئة بتاعتها بتختلف عن الراجل يعني الراجل ممكن يكون بيخرج عشان طبيعة شغله فده بالنسباله من غير ما ياخد باله بيعمل له صحة نفسية إنه بيقابل ناس إنه بيخرج في جو نفسي كويس إنه بيغيروا المكان من مكان لآخر من بيت لعمل ورجوع مرة تانية إنه حتى لو فيه ضغط نفسي وبيخرج يشتغل فبيقابل ناس جديدة ويتكلم في حاجات تانية فعال عمل صار في انتباه من غير ما يشغل باله على عكس مثلا مرأة قاعدة في البيت حالتها النفسية تتأثر كتر بكتير طبعا فيه مشكلة حصلة بينها وبينها وتقعد هي تفكر فيها يعني باليومين وترجعت له قاعدة ولا باله لأ وبعدين الأمور يعني تتدخم معاها يعني بتشوف الحاجة كبيرة عشان متفرغة آه متفرغة وأعدالة لذلك إحنا حتى بنقول إن بنلاقي كتير من النساء أكثر عرضة للتقلبات المزاجية والاضطرابات عن الرجال